بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس رياضيات 1-2 للسنة الأولى المشتركة في نظام المسارات اليوم إن شاء الله سيكون درسنا هو الجزء الثاني من إثبات تطابق المثلثات S-S-S و S-A-S أنا صالح شميمري معلم رياضيات ويساعدني في لغة الإشارة ومشكورا الأستاذ بدر الحمود تعالوا نشوف الدرس هذا وعلاقته بالدرس الماضي حنا تعلمنا سابقا في الدرس الماضي استعمال مسلمة S-S-S لاختبار تطابق المثلثات وقلنا حنا أنه علشان أطابق مثلثين لا بد من إيش؟ لا بد أن تكون الأضلاع في المثلث الأول متطابقة مع الأضلاع في المثلث الثاني هذه هي اللي أمامنا إثبات أو مسلمة ثلاثة واحد اللي هي تقول إذا تطابق أضلاع مثلث مع أضلاع المناظرة لها في مثلث آخر فإن المثلثين وش فيهم متطابقين؟ وهذه هي الأضلاع المتطابقة والعبارة عندي حقا تتطابق هذه المثلث A-B-C يطابق المثلث D-E-F اليوم رح يكون إن شاء الله كلامنا عن استعمال المسلمة S-A-S لاختبار تطابق المثلثات ونتذكر المصطلحات اللي أخذتها أمس إحنا قلنا S تعني اختصاراً لكلمة side بالإنجليزي أو ضلع باللغة العربية والA هي اختصار لكلمة angle باللغة الإنجليزية وزاوية باللغة العربية إذن S ضلع وA زاوية قبل أن أبدأ بمسلمة S-A-S تعالوا نشوف في الإنشاءات الهندسية فيما يتعلق بكيف أنشئ مثلث مطابق لمثلث معلوم أمامي هنا المثلث اللي أمامي ABC السؤال يقولك ارسم مثلثاً وسمه ABC اللي قدامنا هذا ثم استعمل المسلمة side 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 أو ثلاث أضلع لننشئ مثلث آخر اسمه XYZ الذي يطابق المثلث اللي أمامنا هنا اللي هو ABC أنا بعد ما أنشأت المثلث ABC رح أنشئ مثلث آخر اسمه ماذا؟ اسمه XYZ يطابق المثلث ABC أول خطوة عندي رح أعين النقطة X على المستقيم L ثم أنشئ مستقيم XY XZ يطابق المستقيم AZ وبالتالي على النمط التالي هذا اللي قدامنا المستقيم اللي أمامنا لاحظوا معنا كيف رح أنشئ مستقيم مطابق للمستقيم AC المستقيم هذا بسميه وش هو؟ أبسميه XZ ممتاز كيف؟ أول حاجة رح أركز الفرجار على النقطة A هنا في رأس المثلث هنا ثم بعد ذلك أمد الفرجار على حسب المسافة اللي أمامنا إلى C ممتاز أمد الفرجار إلى المسافة C بعد ذلك رح أجيب بنفس الفتحة الفرجار وأضع رأس الفرجار على النقطة X وأمدتها ليصبح عندي هذا الخط هذا المنحن اللي هو رسمة الفرجار إذن هذه النقطة هي نفس المسافة اللي أمامي XZ تطابق ماذا؟ تطابق هذه النقطة ماذا؟ اللي هي A C إذن هذه النقطة اللي أمامنا XZ رسمتها وهي تطابق المستقيم A C بعد ذلك خطوة ثانية خطوة ثانية باستعمال فتحة الفرجار نفسها رح أركز رأس الفرجار على النقطة X هنا بعد ذلك طبعا نحن رسمنا هنا النقطة Z خطوة ثانية رح أنشي قوسا طول نصف قطره A B ومركزه النقطة هنا X ومتاز وقوسا آخر طول نصف قطره B C ومركزه Z هذه نقطة التقاطع أمامنا أمامنا من المركز X ومركز Z هذه نقطة التقاطع لما أجيو وصل بينهم رح يكون في عندي هذا المثلث الذي أمامنا بعدما أسميه رح أسميه ي ونلاحظ أن أجزاء المستقيم اللي عندي هنا متطابقة اللي هو A Y يطابق A B X Y معلش يطابق A B والمستقيم Y Z يطابق B C والمستقيم اللي في الأسفل X Z اللي يطابق ماذا يطابق A C وبالتالي هنا انشأنا مثلثا يطابق المثلث اللي حنا أوجدناه أول حاجة اللي هو ماذا اللي هو A B C نأتي اليوم لنقطة المهمة عندنا في هذا الدرس اللي هو مسلمة التطابق بالعان والزاوية المحصورة بينهما تعالوا نستذكر أن هذه S S S هي ثلاث أضلع و S A S هي ضلعين وانتبه وزاوية محصورة بينهما حط تحت هذه خطين علشان نتأكد أن هذه الزاوية تكون محصورة بين ضلعين تعالوا نشوف معنى هذه المسلمة تسمى الزاوية المتكونة من ضلعين متجاورين لمضلع زاوية محصورة تأمل الزاوية المحصورة والمتكونة من عقربي الساعة في كل من الوضعين الوضع الأول الذي هنا والوضع الثاني الذي هنا ممتاز لاحظ أن الشكل الأقربان شكل الأقربان أو كلما شكل الأقربان الزاوية نفسها كان الطول وش فيه؟ الطول وش فيه؟ الطول نفسه لماذا؟ لأن الزاوية نفسها ممتاز إذن كلما كانت الزاوية نفسها شكل عندي طول الظلع نفسه بين عقربي الساعة وبالتالي المسافة التانية بين الطرفين العقربيين جيل وبي او بي ار متساويتين لأن الزاوية نفسها طيب هذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على فيه مسلمة التطابق عندي أنه أي وثلاثين يتكونان من زوجي من الأضلاع متساوية في الطول وزاويتين ومحصورتهم متساويتين في القياس يكونان متطابقين وهذا يوضح هذه المسلمة إذن مسلمة التطابق مسلمة سهلة ضلعين وزاوية محصورة بينهما لاحظ معي هنا S ضلع وهنا S ضلع وانتبه ترى الزاوية محصورة بينهما لأنه بيجينا مستقبلا الزاوية غير محصورة هنا زاوية حتى نتأكد منها راح أكتب ماذا؟ زاوية محصورة ليش محصورة؟ محصورة بين ضلعين S A S تقول هذه المسلمة إذا تطابق ضلعان وزاوية محصورة بينهما في مثلث نظائرها في مثلث آخر فإن المثلثين متطابقين طيب من هنا عندك؟ هنا يقول لك إيش؟ إذا كان A B هنا القطع المستقيمة A B تطابق قطع المستقيمة E D أو الظلع E D والمستقيم B C الظلع B C يطابق الظلع E F وأنتبه الزاوية B هنا تطابق الزاوية E هذه الزاوية المحصورتين إذن المثلثين متطابقين طيب هذه مسلمة أخرى يعني تقتصر لي الكلام اللي قلناه في الدرس الماضي تذكرون؟ الدرس الماضي اللي هو إثبات تطابق المثلثين وذكرنا حيننا علشان نثبت تطابق المثلثين لابد أن تكون زواياه متطابقة وأضلعها متطابقة طيب الموضوع هذا اللي قد نأخذه يختصر لي الموضوع يعني خلاص يقول لك خلاص بدل أنت ما تقعد تجيب لي أضلع وزوايا لا مسلمة SSS كفيلة أنك تثبت أن المثلثين متطابقين والمسلمة SAS كفيلة أنك تثبت أن المثلثين متطابقين إذن بثلاث أضلع وبضلعين وزاوية محصورة بينهما هاتين المسلمتين كفيلتين إني أثبت أن المثلثين وشيهما متطابقين إذن تعالوا نشوف هذا التنبيه المهم لا يمكن استعمال المسلمة SAS انتبه إلا إذا إلا إذا إيش؟ إلا إذا كانت الزاوية محصورة بين الضلعين متجاورين ممتاز؟ لازم تكون الزاوية محصورة بين الضلعين متجاورين تعالوا نشوف مثل ثلاثة هنا عندي من واقع الحياة استعمل المسلمة side angle side أو ضلعين وزاوية محصورة بينهما لإثبات تطابق المثلثات اللي أمامنا في الإضاءات تبدو دعمات السقالة حاملة المصابيح الظاهرة في الصورة وكأنها مكونة من مثلثات متطابقة هذه المثلثات كأنها مكونت لهذه مثلثات متطابقة فإذا كان ماذا؟ خلاص هو الآن قاعد يعطيك معطيات انتبه عشان تركز في كتابة البرهان أعطاك معطيات إذا كان y أو wx هنا يوازي يوازي ماذا؟ يوازي z y اللي هو هنا يوازي يعني إيش؟ ما معنى يوازي؟ يوازي معناها أنه لا يقطعه أو المستقيمان لا يتقاطعان مهما امتد ممتاز؟ هذا المعطى الأول والمعطى الثاني اللي هو wx يطابق z y وين الwx؟ هذه الwx هما نفسهما هذه الwx يطابق إيش؟ يطابق z y يعني قالك أن المستقيمين متوازيين وبنفس الوقت متطابقين السؤال فاكتب برهان ذا عمدين لإثبات أن المثلثين wxz هذا المثلث يطابق ماذا؟ يطابق المثلث y z x هذا المثلث ممتاز؟ طيب حب 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 حنا علشان نثبت هذا البرهان لا بد أن أبدأ أول حاجة بإيش؟ أبدأ بالمعطيات دائما أنا ما أجيب أبدأ بالبرهان أبدأ بالمعطيات فالمعطى الأول أن الwx يطابق ماذا؟ الwx هنا يطابق z y ممتاز؟ طيب هذه في المعطى الأول المعطى الثاني أن أيضا الwx y z h y z z y فما سوينا حنا شيء اللهم حنا جبنا إيش؟ جبنا هذه المعطيات ونقلناهم مين؟ نقلناهم في هذه الخطوتين ممتاز؟ الخطوة الثالثة في عندي حاجة من القواعد التي خفتها في المستقيمات المتوازية والقاطعة تذكرون في الزوايا المتبادلة داخليا ماذا نجد؟ بما أن المستقيمين ذولي متوازيين خلونا نحطهم به لون مغاير عشان نقول أنهم واضحين قدامي هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم ففي التالي هذين المستقيمين المتوازيين لما يكون في عندي قاطع سيكون لي أزواج من الزوايا المتطابقة اللي هو الزوايا الداخلية أو الزاويتان المتبادلتان داخليا طيب وين الزاويتان المتبادلتان داخليا؟ الزاوية W, X, Z وين W, X, Z هذه الزاوية تتبادل داخليا مع X, Z, Y تتبادل داخليا مع هذه الزاوية وبالتالي بما أن الزاويتين هنا متبادلتين داخليا في مستقيمين متوازيين وقاطع إذن هما متطابقتان إذن سويت هنا إيش فطابق إذن ومن الإنعكاس تذكرون الإنعكاس حين أقولنا XZ يطابق نفسه XZ أو ZX يعني هو المستقيم هذا والضلع هذا يطابق نفس الضلع اللي موجود عندي خلاص إذن من خلال هذه أنا ويش سويت كأني أنا عملت كذا كأني أنا فصلت المثلثين ممتاز كأني فصلت المثلثين ممتاز أن هذه الدبليو هنا X هنا Y هنا Z هنا Z ممتاز أنا ذكرت عشان مسألة واضحة هذه الزاوية تطابق هذه الزاوية ممتاز والضلع هذا اللي عندي يطابق هذا الضلع والضلع هذا يطابق هذا الضلع فبالتالي في عندي ظلعين وزاوية محصورة بينهما مطابقة لظلعين والزاوية محصورة بينهما في مثلث آخر وبالتالي إذن المثلثين وشفيهما متطابقين من خاصية side angle side أو الضلعين والزاوية المحصورة بينهما وبالتالي هنا أثبت تطابق المثلثين في تحقق من فهمك في طياران شراعي هنا في الصورة المجاورة يبدو جناحها الطائرها الشراعية يبدو أنهما مثلثان متطابقان فإذا كانت fg تطابق gh والقطعة المستقيمة jg تنصف الزاوية fgh فأثبت أن المثلث fgj يطابق المثلث hgj في عيني قاعدة مهمة في بعض الأشكال خاصة في أمثل من واقع الحياة القاعدة هي ماذا؟ أني أحاول قدر المستطاع أني أشيل الشكل الأمامي اللي غير واضح في رسمه وأحاول أني أرسمه برسمه كذا واضح ممتاز؟ أو أكتب الرؤوس اللي موجودة عندي في الرسمة هذه على جنب علشان أتأكد ويتكون عندي الرسمة جدا واضحة ويمكنني أني أحل المسألة بدون أي تعقيدات وصور وأشكال غير واضحة ممتاز؟ إذن أول حاجة عندي شب سوي أروح أنسخ هذه الرسمة وأرسمها بالمنطقة اللي هنا إذن بعد ما أرسم هذه الرسمة وأكتب المعطيات إذن الحل عندي أكتب المعطيات هنا من السؤال المعطيات ماذا تقول؟ أن FG تطابق GH وجي جي تنصف الزاوية FGH وبالتالي المطلوب هو المثلثين من الطابقين ويش سويت أنا؟ رحت ونقلت هذه الرسمة ووضعتها هين؟ وضعتها هنا ممتاز؟ وذكرت أيضا من هذه الرسمة ويش سويت؟ أيضا ذكرت المعطيات اللي موجودة عندي في السؤال هذا معطى أيضا هنا من الرسمة عندي أن FG تطابق GH هذا المعطى اللي عندي رحت وحطيته وين؟ خطين وهو معطيك إياه أطي من الرسمة وقال لك أيضا أيش؟ هو ذكر لك ماذا؟ ذكر لك أن الضلع جي جي قطعة المستقيمة جي جي هذه تنصف ماذا؟ تنصف الزاوية FGH يعني تنصف هذه الزاوية معناته هذا الجزء من الزاوية يطابق هذا الجزء صح أو لا؟ لأنهما ماذا؟ لأنهما زاويتين متطابقتين خلال منصف عندي خلاص كأنني استنتجتنا القاعدة والشي؟ القاعدة تقول أن الضلع في المثلث هذا يطابق هذا الضل ممتاز؟ الضلع هذا مشترك بينهم من الإنعكاس والزاويتين هذولي محصورتين بينهما يعني متطابقتين وبالتالي المثلثين اللي في الأعلى هذا اللي في الوق يطابق هذا المثلث اللي في الأسفل تعالوا نترجم هذه البرهان إذن البرهان عندي من المعطيات FG تطابق GH وجي جي تنصف الزاوية FGH وبالتالي بما أنهما تنصفهما وبالتالي الزاوية FGJ هذه الزاوية تطابق HGJ هذه الزاوية خلاص عندك أيضا من خاصية الإنعكاس جي جي تطابق نفسها جي جي ممتاز بعد ذلك نستنتج من خلال نظري مسلمة SAS أن المثلثين وش فيهما متطابقين يبكي نكون حلينا هذا السؤال إذن انتهينا من حل السؤال عندي تعالوا ننشي أو نشوف كيف راح أمثل مثلث متطابق لكن ما أمثله من خلال مسلمة ثلاث أضلاع أو SSS راح أمثلها من خلال مسلمة SAS يعني في عندي زاوية فبالتالي راح يكون في عندي قياس زاوية هنا راح يكون في عندي لازم يكون عندي ثرجار ويضم مصطرة وورقة وقلم تعالوا نشوف هنا قولك ارسم مثلثا وسميه ABC هذا رسمنا مثلثا وسمناه ABC ثم راح أستعمل المسلمة Side Angle Side اللي تنشئ مثلث RST يطابق هذا المثلث اللي رسمته ممتاز أول حاجة عندي أول حاجة عندي خطوة الأولى راح أعين النقطة R على المستقيم M ثم أنشئ مستقيم RT يطابق المستقيم AC بعد ما أنا رسمت المستقيم هذا أو المثلث اللي أمامي راح أسوي هنا مستقيم M ورح أرسم قطعة مستقيمة تطابق القطعة المستقيمة AC نفس الطريقة اللي ستخدمت قبل قليل بنفس الفرجار أعين رأس الفرجار بعد ما عينت النقطة T هنا أو النقطة هذه اللي هي بنفس المسافة اللي هي AC إذن RT يطابق AC خطوة ثانية راح أنشئ زاوية اسمها الزاوية R يعني من هنا تبدأ أنا ما أدري كم سراح تنززاوية كيف أنشئها من خلال القاعدة اللي سيسويها بعد قليل لكن أنت ترى هذه الزاوية لازم تكون مطابقة للزاوية A كيف راح أنشئها إذن أنشئها من خلال القاعدة التالية راح أضع رأس الفرجار على النقطة A يعني راح أضع رأس الفرجار هنا ممتاز وأرسم قوسا يقطع ظلعي الزاوية A راح أرسم قوسا يقطع الظلع حق الرأس الزاوية A هنا وأرسم قوسا وأسمي النقطة هنا النقطة A والنقطة ماذا والنقطة D ممتاز بعد ذلك راح أضع رأس الفرجار هنا عند النقطة ماذا عند النقطة A وبنفس الفتحة راح يكون في عندي تقاطع آخر اللي هو مع النقطة مع التقاطع اللي قبل قليل وهذه نقطة التقاطع هي إيش؟ هي هذا المستقيم اللي بارسماه من النقطة ماذا؟ من النقطة R إذن حنا الآن انشأنا الظلع اللي على اللي سار بدون التغيير طبعا هنا ورسمنا الظلع اللي على اللي سار خطوة ثالثة ماذا؟ خطوة ثالثة راح أنشئ مستقيم طبعا يطابق المستقيم بي سي بنفس الطريقة من النقطة T إلى هذا الظلع اللي أمامي بنفس الفتحة لفتحة النقطة بي سي بالتالي راح يكون في عندي هذه تقاطع هذا المستقيم اللي أمامنا بعد ما أوصل بينهم يكون في عندي هذا المثلث RST الذي يطابق المثلث ABC مثال أربعة باستعمال تطابق المثلثين بظلعين وزاوية محصورة SAS في البراحي طبعا راح أكت برهان تسلسلي هنا ومعطيك معطيات وقالك أن النقطة X تنصف H تنصف الظلع أو القطر DB والنقطة X أيضا تنصف القطر H أو قطع المستقيمة AC طبعا أنت هنا على طول يتبادر بذهنك يتبادر بذهنك أنه إذا كان في عندك منصف معناها الظلع هذا يطابق الظلع هذا وأيضا الظلع هذا يطابق الظلع هذا ممتاز المطلوب ماذا؟ المطلوب إثبات أن المثلثين متطابقين المطلوب إثبات أن المثلثين المثلثين هو دي أكس سي دي أكس سي هذا المثلث هذا المثلث يطابق هذا المثلث اللي على اليمين اللي هو بي اكس اي ممتاز طيب لما أجي أفصل المثلثين هذولي عشان يكونوا عندي الموضوع واضح أفهم طريقة الحل طبعا كأنه عندي هذا المثلث الأول هنا اي هنا بي هنا اكس وهنا المثلث الآخر عندي تقريبا طبعا رح أخلي نقطة هنا دي وهنا الرأس اكس وهنا الرأس سي من المعطيات اللي أمامي ويش سويت أنا كأني قلت أن الضلع هذا اللي أمامي يطابق هذا الضلع ممتاز والضلع هذا دي اكس يطابق هذا الضلع اللي هو اكس بي وانتبه عندك زاويتين متقابلتين بالرأس اللي هما هذه الزاوية أنا كأني فصلتهم وشلت الدمج بين الرأسين طيب ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أنه في عندك ظلع مع ظل وظلع آخر مع ظل آخر وانتبه في زاوية محصورة بينهما جميع هذه الأجزاء اللي ذكرتها متطابقة خلاص من مسلمة اس اي اس أقدر أقول أن هذين المثلاثين وشفيهما متطابقين من مسلمة اس اي اس بس راح أفصل هذا برهان باستخدام برهان تسلسل يعني فيه أسهم وفيه يعني خطوات إذن أول شيء اكس هي منتصف دي بي خلاص قلت أنه اكس منتصف دي بي بعد ذلك نعطى آخر أنه اكس منتصف اي سي أيضا اكس منتصف اي سي وعندك الزاويتين المتقابلتين بالرأس هنا وشفيهما متطابقتان الزاويتين المتقابلتين بالرأس متطابقتان والظلع دي اكس طبعا هنا من نظرية المنتصف نجد أن دي اكس هنا يطابق اكس بي وأيضا من المنتصف هنا من اكس في منتصف اي سي نجد أنه سي اكس اللي عندي هنا تطابق اي اكس الموجودة عندي هنا ممتاز نستنتج ماذا نستنتج من خلال لاحظ معي هنا ظلع وهنا ظلع وهنا ظاوية محصورة عشان نكون واضحين بس اذا من خلال تطابق هذه الاجزاء نجد أن المثلثين وشفيهما متطابقين من خاصية مسلمة ظلع وزاوية وظلع طبعا هنا ظلعين وزاوية محصورة بينهما الظلع الاول عشان تكون واضحة ظلع الاول هذا مع هذا ظلع الثاني هذا اللي عندي هنا مع هذا الظلع او الزاوية هي ماذا هنا طبعا الظلع الظلع الثاني اللي هو الظلع الظلع قبل قليل والزاوية الأخيرة والزاوية الجزء الأخير الزاويتين اللي موجودتين عندي متقابلتين بالرأس نجي لي تحقق من فهم قضبان الإطار الداخلية تقسمه إلى ثمانية أجزاء إذا كان ولاحظ معي ولازم نركز على المعطيات إذا كان القطع المستقيمة TU تطابق قطع المستقيمة TX ممتاز والزاوية XTV تطابق الزاوية UTV وين الزاوية XTV؟ هذه الزاوية XTV طبعا خلونا نحطها بلوم أخضر هذه الزاوية XTV هنا تطابق الزاوية UTV الزاوية اللي موجودة عنده هنا فبين أن المثلاثين متطابقين طيب تعالوا نشير هذا الشكل دائما حين قلنا نشير الشكل ونحاول قدر المستطاع أن نرسمه بالخارج علشان يكون عندنا المسألة أكثر وضوحا ممتاز هذه تقريبا هنا T هنا U هنا Z وهنا X ممتاز طيب من المعطيات هو معطيك أن الزاوية هذه اللي أمامك تطابق هذه الزاوية ممتاز هذه الزاوية مطابقة اتفقنا معطى آخر ايش هذا المعطى الآخر اللي هو الظلع T U هذا T U اللي عندي يطابق الظل T X اللي هو الظلع هذا ممتاز وفي عندكم ظل مشترك اللي هو انعكاس من انعكاس T V يطابق نفسها T V صح ولا لا إذن بإمكاني إني أقول أن المثلثين هنا مطابقين من خلال مسلمة Side Angle Side اللي هي ظلعين وزاوية محصورة بينهم وبالتالي الحل عندي هنا المعطيات طبعا الموجودة أمامنا ومطلوب هو إثبات أن المثلثين مطابقين العبارات نبدأ أول حاجة بالمعطيات اللي عندي هنا من خلال هذه المعطيات وخاصية الانعكاس من هذا الظلع اللي أمام اللي هو T V وطابق T V إذن ناجد أن المثلثين متطابقين من خلال مسلمة Side Angle Side أو S A S وبكذا نكون هنا هذا الموضوع تعالى ونأخذ أبرز الأشياء المهمة في هذا الموضوع طبعا عندي مسلمتين مهمتين إثبات التطابق في عندي مسلمتين S S S وماذا و S A S هذه ثلاث أضلع وهذه ضلعين وزاوي محصور بينهما ثلاث أضلع يتطابق المثلثان إذا كان أجزاء الأضلع أو الأجزاء عندي أو أضلع المثلث في المثلث تطابق الأضلع في المثلث الآخر هنا يكفي تطابق الأضلع هنا إذن المثلثين فيهما متطابقان أما فيما يتعلق بمسلمة S A S يكفي أن نثبت أن فقط ضلعين وزاوية محصورة بينهما تطابق ضلعين وزاوية محصورة بينهما وبكذا نكون أنهينا موضوعنا لهذا اليوم اللي هو إثبات تطابق المثلثين S S S و S A S نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته